بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد قال وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمط زان أشيمط زان يعني من بان فيه الشيب من بان فيه الشيب شمطه الشيب فإن هذا حرينا يعظم اليمين ويحترمها لكنه كان على العكس والعياذ بالله فإن وثق به الناس وراجت سلعته فإنها سلعة ممحوقة البركة لا خير فيها بسبب أن صاحبها روجها باليمين الكاذبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمط زان أشيمط زان يعني من كبرت سنه لأن هذا حري أن تضعف شهوته وحري أن يكون يخاف من الله عز وجل لأنه ما بقي من عمره إلا القليل وعائل مستكبر العائل الفقير العائل هو الفقير فإذا كان مستكبرا مع كونه فقيرا فهذا دليل على قلة الأمانة فيه ودليل على قلة خوفه من الله سبحانه وتعالى ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه الثالث رجل جعل الله بضاعته بمعنى لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه فهذا دليل على قلة خوفه من الله سبحانه وتعالى لأنه إذا تهاون باليمين فهذا دليل على قدم تعظيمه لليمين ودليل على قلة خوفه من الله سبحانه وتعالى رواه الطبراني بسند صحيح قال الشارح رحمه الله وقول المصنف وعن سلمان لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق نعم سلمان الفارسي رضي الله عنه هذا الرجل صاحب السابقة في الإسلام والصدق والعمانة توفرت فيه رضي الله عنه نعم فهو سلمان الفارسي يعني منها الفارس ليس عربيا ولكن الله من عليه بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه في ذلك فهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء فقد يؤتي هذا الفضل لمن ليس من العرب وقد يحرم كثيرا من العرب بتهاونهم بالله عز وجل ويمن على هؤلاء الفرس بالصدق فضل الله يؤتيه من يشاء ليس لعربي على عجمين فضل إلا بالتقوى نعم وشهد الخندق شهد سلمان الفارسي غزوة الخندق حينما تألب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوه بالمدينة ليقضوا على دعوته فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفر خندقا حول المدينة لأجل أن لا تقدر الخيل على اقتحام الخندق وحينئذ يبطل كيد المشركين فنفع الله بهذه المشورة وحفر النبي صلى الله عليه وسلم خندقا حول المدينة فلما رآه المشركون رأوا هذا الخندق قالوا هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها وذلك من فضل الله ثم بسبب مشورة هذا الرجل الصادق سلمان الفارسي رضي الله عنه نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت وحاج على هذا الفضل العظيم فقال سلمان منا أهل البيت يعني بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فكفاه شرفا أن الرسول نسبه إلى أهل البيت وأنه من أهل البيت شرف له رضي الله عنه وما ضره أنه غير عربي فضل الله يؤتيه من يشاء يأتيه للصادقين من العرب وغيرهم نعم وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من أصحاب أربعة علي وأبو ذر وسلمان والمقداد أخرجه الترمذي وابن ماجه هذا فضل عظيم لأولئي الأربعة رضي الله عنهم علي علي بن أبي طالب ابن عمر رسول صلى الله عليه وسلم أبو ذر الغفاري نعم وسلمان الفارسي نعم والمقداد والمقداد بن الأسود نعم فقال الحسن كان سلمان أميراً على ثلاثين ألفاً يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها نعم توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه قال أبو عبيد سنة ست وثلاثين عن ثلاث وخمسين سنة رضي الله عنه وارضاه نعم ويحتمل أنه سلمان ابن عامر ابن أوس الضبي احتمال ولكن الأرجح أنه سلمان الفارسي نعم قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصات دليل على أنه يكلم من أطاعه نعم تكريمة الله يكلم من أطاعه تكريمة له ورافعا لشأنه نعم وأن الكلام صفة من صفات كماله والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين قيام الأفعال بالله سبحانه وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا ولم يزل متصفا به فهو حادث الآحاد قديم النوع كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم فهو حادث الآحاد قديم النوع يعني كلام الله كلام الله حادث الآحاد قديم النوع فنوع الكلام قديم وأما أفراد الحوادث التي تكلم الله بها هي حادثة فكلام الله قديم النوع حادث الآحاد كسائل صفاته سبحانه وتعالى نعم كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون نعم هذا دليل على أن الله يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى يتكلم بمناسبة نعم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا وذلك في القرآن كثير نعم أن كلام الله جل وعلا حادث الآحاد قديم النوع يعني أفراد الأحوال التي تكلم الله بها حادثة وأما نوع الكلام القائم بذات الله فإنه قديم لا بداية له نعم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإذا قالوا لنا يعني النفات فهذا يلزمه أن تكون الحوادث قائمة به قلنا ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل ولفظ الحوادث مجمل فقد يراد به الأمراض والنقائص والله تعالى منزه عن ذلك ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة والقول الصحيح هو قول أهل العلم والحديث الذين يقولون لم يزل الله متكلما إذا شاء كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة انتهى هنا قلت ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره والله أعلم نعم هذا معنى قيام الحوادث قدرته عليها وإيجاده لها إذا شاء سبحانه وتعالى نعم قوله صلى الله عليه وسلم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات قوله أشيم طزان صغره تحقيرا له وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوفه من الله نعم العادة في أن الكبير أن الكبير في سنه تقل شهوته في النساء وهذا لم تقل بل زادت من الفتنة والعياذ بالله بسبب الفتنة أن الله فتنه بهذا نعم وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليض العقوبة عليه بخلاف الشعب فإن قوة داعي الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله وقد يرجع على نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويراجع وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر العائل يعني الفقير نعم وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه فعظمت عقوبته نعم فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي قوله صلى الله عليه وسلم ورجل جعل الله بضاعته بنصب الإسم الشريف أي الحلف به جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه ويصدقه الناس اعتماداً على اليمين بالله عز وجل وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحداً فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة إن كان من أهل التوحيد ويباشر هذه الأشياء هذا دليل على ضعف توحيده نعم فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين